أقدم لكم النائبة كسينيا سفيتلوفا التي تريد أن تتكلم أن تلقي كلمة للجميع لجميع المتابعين من الأصدقائي أهلاً وسهلاً للجميع المتابعين هنا إخنا موجودين مع الدكتور إدي كوهن في الكنيسة في القاعد النجف ونفتتخ بعد دقائق الجلسة الخاصة للتقرب بين إسرائيل وبين الشعب الكردي في عندنا موجودين هم بعد زوء ما للجلية الكردية في الأوروبا وأنا أريد أن أقول أن هناك تباري إلاقة بين الأقراد وبين دولة إسرائيل إلاقة مهمة إلاقة استراتيجية وهي إلاقة لازم نتطور إلاقات مع الشعب الكردي في الكل مكان مخصوصاً في الإراك ولكن بعد كمان في الأوروبا وفي سوريا وفي بعض العماكن إخنا والأقراد يعني هم موجودين في نفس المكان بالنسبة للإيطداعات علينا يعني من هون من الشرق الأوسط إخنا نختفل اليوم بالاستقلال استقلال الدولة إسرائيل وإعلان في الأمام المتاخدة على الاستقلال يعني والتكوين دولة إسرائيل إن شاء الله إن قريب إخنا نختفل مع بعض في استقلال يعني الدولة الكردية هذه تكون دولة صديقة لإسرائيل للولايات المتاخدة وللكل شعب يريد السلام هون في الشرق الأوسط شكرا لك شكرا لك شكرا لك أنا هيرت سليبي رئيس الكرد في إسرائيل أول شي هذا مش يوم عادي إنتي سويت اليوم عشان إحنا عارفين التاريخ هذا تاريخ 70 سنة لدولة إسرائيل زي يوم ميلاد طبعا وإنتي اليوم جمعت كل الناس هون وإحنا بدنا نشكر إليك عشان تسويت الموع على هذا شكرا كتير وإن شاء الله شكرا لواجب شكرا لواجب وشكرا لكل الكنيسة اللي بدنا نسوي الموضوع مع الشعب العربي إن شاء الله بدنا نسوي إدعام فيهم واللي تبلشنا مخلوش شكرا لك تخزيك تحية لجميع الأصدقاء الكرد في الشتات في إسرائيل وفي جميع نحاء العالم أولاً أريد أن أحيي النائبة كسينيا سبتلوفا وهي النائبة الوحيدة التي يعني بكل كوة وقررت أن تفتتح هذا المؤتمر وهذه هي ولادة جديدة للوبي صهيوني يهودي كردي نحن لا نخاف نحن نحب الأكراد ومن اليوم وساعداً سوف نعمل كل ما بوسعنا بمساعدة إخوانا الكرد حتى بناء دولتهم المستقلة كردستان وشكرا لكم شكرا لدكتور إيدي كوين من لكرات في إسرائيل شكراً لك 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 شكراً لك